النبي كامل الأوصاح تمت محاسنه فقيل له الحبيب مدائحه تزيد القلب شوقاً إليه كأنها حيراً وطيباً الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا ربنا حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أهلاً ومرحباً بحضراتكم في برنامج صل على الحبيب وشعارنا هو صل على الحبيب البكيطيب النهاردة معانا شخصية تازين أمة مع المتصف بالصديق الملقب بالعتيق مع الذي صاحب النبي في الحضر والأسفر وهو ضجعه في الروضة المحفوفة بالأنوار وقال الله فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار مع أبي بكر الصديق وكرم أبي بكر وإنفاق أبي بكر وجود أبي بكر شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما حض الناس على الصدقة فجاء سيدنا عمر بنصف ماله سيدنا عمر بيحكي بيقول فوافق ذلك مالاً عندي الحمد لله سيدنا النبي المرد المطلب صدقة لتجهيز جيش العسرة سيدنا عمر قالي الحمد لله عندي فلوس اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته فرصة يا عمر بقى شوف التسابق سيدنا عمر يعمل إيه جاء بنصف ماله خمسين في المية من التاركة كاملاً يجي جابه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد سيدنا عمر جنب سيدنا النبي محدش أدو جاء نص ماله فسيدنا النبي سأله قاله يا عمر ماذا أبقيت لأولادك فسيدنا عمر قاله جئت بنصف مالي لله وأبقيت النصف الآخر لأولادك شوية وجاء أبا بكر بدراهم وأموال طائلة يصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي قاله يا أبا بكر ماذا أبقيت لأولادك قاله جئت بمالي كله لله مش خمسين ولا ستين المية ولا تمانين المية ولا تسعين كاملاً شوف شوف سبحان الله جئت بمالي كله لله وأبقيت لأولادي الله ورسوله فسيدنا عمر نظر لسيدنا أبا بكر وقال له والله يا أبا بكر ما سابقتك في الخير إلا وسبقتني يا أبا بكر لن أسابقك بعد اليوم خلاص أنا هلزم حدي دايماً أنت سباق دايماً أنت في الصدارة شوف سيدنا أبا بكر لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصحابي الذي عذب في الله أشد العذاب على يد مين على يد أمية بن خلف كان يغضي الصحابي ده فوق الرمال الساخنة وتحت الشمس الصاطعة وفي وسط الصحراء العارية وفي حرارة الشمس المرتفعة ويضع الصخرة على صدره وأمية بن خلف يقول له لا تزل هكذا حتى تكفر بمحمد وإله محمد فكان لا ينطق هذا الصحابي إلا بكلمة واحدة أيوة أحد أحد تحمل وكان سيدنا النبي لما يمر من جنبه هو بيعذب فكان الصحابي الطيب ده يرفع صوته ويقول أحد أحد عادي سمع النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي ينظر إليه ويقول له إن أحد سينجيك بإذن الله ويروح سيدنا النبي للصحابة يقول لهم إن أخاكم بلال يعذب في الله فيقوم سيدنا أبو بكر في التو واللحظة ويذهب ويشتني بلال برقم ضخم جدا من أمية بن خلف لدرجة ويذهب به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله لقد أعتقته فخذه واشتريته فخذه يفعل به ما شئ فسيدنا النبي يتلقى بلال من أبي بكر ويقول له أنت حر لوجه الله فيصبح المسلمون يعني يتكلمون أبو بكر دفع المبلغ الضخم ده في عبد حبشي أسود رخيص التمن عندهم هم لكن سمنوا عند الله غالي صوروا فييجي ربنا هو الذي يرد عن أبي بكر في قول الله تعالى وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صل على الحبيب صل على الحبيب اشتركوا في القناة شكرا 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 عدنا إلى حضراتكم مرة ثانية لنطبق جود وكرم أبي بكر للصديق على أرض الواقع أولئك الذين هداهم الله فبهده مقتده فسيدنا أبو بكر كان ينفق في الله بلا حساب ومن أفضل أنواع الإنفاق حفر الآبار زي التقرير احنا شفناه من شوية حاجة جميلة إحياء لأراضي ليس فيها ماء وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس صدقة أعظم أجرا من ماء يعني لو جينا نرتب ثواب الصدقات في الأعمال الخيرية الأفضل فالأفضل هتلاقي رقم واحد ياخد امتياز مع نطبة الشرف سقي الماء سقي الماء لإنسان أو لحيوان أو لنبات فالماء شريان الحياة وذلك شوف ستنا هاجر عليه السلام لما تركها الخليل إبراهيم هي ووليدها إسماعيل الصغير طفل صغير في السحراء بين الجبال وبعدين قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا شوف قمة المية قال لها نعم قالت له اذهب عنا فإن الذي أمرك لن يضيعنا طيب يا رب يعني هاجر هي وابنها هيعيشوا إزاي يا طول ربنا أول ما أرسل إليهم أرسل إليهم طعام لا أرسل إليهم مال برضو لا الله أمال أرسل إليهم إيه ماء فستين هاجر بدأت تأخذ بالأسباب بين الصفة والمروة اللي هو بقى الماس عن نارض ويأتي العلي القدير سبحانه وتعالى وهناك لا حياة حتى سيدنا إبراهيم يقول له إيه ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع طالما غير ذي زرع يبقى غير ذي ماء وطالما بغير ذي ماء يبقى لا حياة لا بشر الله قوام الحياة هو الماء فربنا سبحانه وتعالى يرزقكم بأساس الحياة وهو ينبع لها عين زمزم من تحت قدم الطفل إسماعيل عليه السلام هو صغير وبعدين مكة كلها تقوم على هذه العين ويجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أم إسماعيل لو لم تقل لزمزم زمي زمي وده سبب تسميتها زمزم زمي يعني تجمعي تجمعي لأنك بتفور فسيد النبي رحم الله أم إسماعيل لو لم تقل لزمزم زمي زمي لكانت زمزم عينا معينا كانت بقت نهر كانت بقت بحر الشهد أن الله أول ما رزق السيدة هاجر وولدها إسماعيل رزقهم بالماء ليه لأن الماء أساس الحياة وبدأت القبائل العربية كانت تتبع الطيور لأن في الصحراء ما كانش فيه بقى لا أبار ولا ماء شوفوا يا جماعة قيمة المية شوفوا قيمة حفر بير مية فكانوا العرف في الصحراء في الجزيرة العربية ينظرون إلى الطير بينزل فين ويعشش فين ويروح فين فبدأوا يتتبعوا الطير لو بنزل في المنطقة دي فمشوا وراء الطير فوجدوا هناك عين ماء وامرأة ومعها ولد فجلس الناس من حولها تجمعوا حولها وبدأت تبقى مكة المكرمة حتى يومنا هذا بسبب إيه؟ الماء سبحان الله بسبب إيه؟ زمزم ويجي سيدنا النبي يقول زمزم شفاء سقم وطعام طعم فنحن في هذه الأيام المباركة الطيبة الفاضلة محتاجين نسق الناس شوية مية نظيفة محتاجين نخلي الست تطبخ لأولادها وأسرتها طبيخ بشوية مية يعني تصلح للاستعمال الأدمي محتاجين نحفر أبار في المناطق النائية عايزين ندخل الفرحة على الناس وعايزين ندخل البهجة على الناس زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير كده طبعا الأبار تحتاج إلى مبالغ ضخمة وطائلة فمحتاجين قطعة أرض محتاجين عدد وآلات محتاجين شركة تقوم بالحفر محتاجين شركة للتركيب محتاجين صيانة خدوا بالكم ما ننساش الصيانة صيانة دورية فالموضوع مكلف جدا فنعيز حضراتكم تشاركوا مع مؤسسة باب جنة الموسقة الرسمية بالتعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية أن نحن نكسر من حفر الأبار في المناطق الأكثر احتياجا للماء لعل الله ينجينا وإياكم يوم القيامة ولعل الله يسقينا من الرحق المختوم بإذن الله تعالى هذا يا رب وأسأل الله أن يجعلكم من أهل الخير ومن الدلين على فعل الخير ودايما لا تنسوا صلع الحبيب البكي طيب وأراكم على خير في حلقة جديدة بإذن الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته النبي كامل الأوصاف تمت محاسنه ترجمة نانسي قنقر